ده خلينا سألك موقف عواد لو صبحي بقى عواد مكامل او مش مكامل بص عواد اللي انا عارفه برضو ان عواد عايز يكمل في الزمالك ودي مفاجأة والبعض جوه الزمالك برضو بيقولك انا مش عايز اخد رزق في ان انا اجيب حد مقدرش يشيل مع صبح انت برضو اوقات بتتعرض لازمة ان الحرس الاساسي بتاعك بيغيب يعني شوفنا النادي الاهلي في النهائي افروكي الحرس الاول والتاني فانت لازم يبقى عندك الاول والتاني والتالت يقدر يشيل زي ما حصل مع النادي الاهلي شوفنا لما راب شناي وعلى لطفي مصطفى الشبير ادى بس هل عواد عايز يكمل في نادي الزمالك عشان عقده كبير ولا عايز يكمل في نادي الزمالك عشان عايز انه ممكن يعرف ياخد الفرصة ملهاش علاقة بالعقود خالص لان انا برضو يعني يا كريم عواد جاله عرض سعودي خلال الفترة لفتت وعرض سعودي من نادي كويس والعرض وصل للزمالك وتقدم للزمالك وتمت منقشة العرض والعرض ترفض ففكرة ان العرض ترفض وقتها الحرس يعني يقدم للإدارة عرض مادي انه هو يتنازل عن 75% من مستحقات الموسم الحالي ومستحقات الموسم اللي جاي اللي هو الموسم اللي فاضل والزمالك رفض عرض الحرس وتمسك باستمراره فهي قصة لسه مش واضحة لكن زي ما بقولك كده هو الحرس نفسه عنده رهبا ان هو يكمل والنادي؟ لحد دلوقتي اه بدليل ان هو رفض العرض للسعودي اللي جاهل الحرس شكرا شكرا